السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزينا المشاهدين مشاهدي برنامج في بيتنا مدرسة أهلا وسهلا ومرحبا بكم تجدد لقائنا في لقاء جديد في حلقاتنا وسلسلة حلقاتنا الإسرائيلية عن تخصص الكهرباء مرة اللي فاتت في حلقاتنا السابقة كلمنا عن حلقتين وكلمنا خلال الحلقتين اللي فاتوا عن السلامة والصحة المهنية والأدوات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وكمان تكلمنا عن الأدوات وفسرنا ما بين الأدوات المستخدمة في المنزل الأدوات اللي أنا ممكن أستخدمها في المنزل للوقاية الشخصية وكمان الأدوات اللي أنا بستخدمها كطالب في مدرسة كفني في منشأة صناعية تكلمنا كمان عن الطالب في مرحلة التعليم الفني وفي الصف الأول بيدرس إيه من الأول للتالت والنظام السلاث سنوات وكلمنا كمان عن نظام الخمس سنوات موضوع حلقتنا النهاردة هو إزاي الحصول على الطاقة الكهربية المرة اللي فاتت في حلقتنا السابقة قلنا أنه أنا عندي نوعين من الطيار والنوعين دول بيبقوا موجودين في المنزل عندنا إزاي بيبقوا النوعين موجودين في المنزل عندنا ده موضوع حلقتنا النهاردة وخلال حلقتنا كمان هنتكلم عن الصدمة الكهربية والعوامل اللي بتوقف عليها تأثير الصدمة الكهربية على جسم الإنسان وإيه الخطوات اللي انت ممكن تعملها لو قبلك أنه حصل لزميل في العمل أو لفرد من أفراده الأسرة أو لأي حد قدامك حصله أنه أصيب بصدمة كهربية إيه الخطوات اللي انت ممكن تعملها تمام؟ أول حاجة نتكلم عنها النهاردة هو نوعين الطيار اللي موجود عندنا في البيت وطبعا إحنا اتفقنا أن كل حلقاتنا دي ما بتبقاش ليه يعني إحنا مش قصدين بيها طلبة التعليم الفني فقط ولكن إحنا نقصد بيها طلبة التعليم الفني وأهلينا في البيوت ربات المنزل رب الأسرة الوالد في المنزل أخوك الكبير أختك اللي موجودة في البيت إزاي تتفادى الصدمات الكهربية إزاي تتعامل مع الكهرباء إزاي أكون عارف نوعين الطيار الكهرابي اللي موجودين في المنزل ومين تأثيره أكبر على رسم الإنسان مين الصدمة بتاعته بتبقى أشد أو أقوى كل ده إحنا بنوجهه مش للطالب فقط هو الطالب بيدرس الكلام ده في المدرسة وخلال تدريبه في الأقسام العملية في المنزل إحنا كمان يعني بنبقى بنوجهه للناس اللي في البيت بحيث إنه بقدر الإمكان نقدر نعمل عملية وقاية من مخاطر الكهرباء أول حاجة إحنا بنتكلم عن أنواع الطيار اللي موجود في المنزل أنواع الطيار الكهرباء اللي موجود في المنزل إحنا عندنا نوعين من الطيار الكهرباء نوعين الطيار الكهرباء اللي موجود عندنا إحنا ممكن نحصل عليهم إزاي النوعين دول فيه نوع عندي اللي هو بقدر أحصل عليه من البطاريات اللي هي اللي بنسميها الحجر الألم البطاريات الجافة ده نوع من الأنواع اللي أنا أحصل منه على طيار مستمر تمام وده شكل البطاريات اللي موجودة عندي يعني إحنا قلنا فيه شكل اللي هو الخاص به البطاريات الصغيرة اللي هي بتطلع مثلا 6 فولت 1.5 فولت دي حاجات بسيطة فيه بقى البطاريات اللي هي بطاريات العربيات اللي إحنا بنستخدمها اللي هي بتبقى 70 أمبير 60 أمبير البطاريات دي كل البطاريات بتطلع لي دي بتبقى مصدر طيار مستمر تمام هل إحنا بنستخدمها في المنازل آه بنستخدم الكلام ده في المنازل نقدر نستخدمه زمان كان عندنا التلفزيونات في البيوت قبل ما الكهرباء تدخل في المناطق الريفية كان بيبقى عندنا التلفزيونات والأجهزة الكهربية في المنازل كانت بتشتغل على البطارية كان بيبقى من خلال مشبكين بيبقوا موجودين على في الكابلات وبيتوصل الطرفين بالتلفزيون ده كنا بنشوفه خلال شغلنا اللي كان موجود زمان في القدم يعني قبل دخول الطيار الكهرابي للمنازل طيب ده ايه قدامنا؟ ده كده مولدات الطيار المتردد اللي احنا بنشوفها في المنازل يبقى احنا كده شفنا مصدر لطيار مستمر ممكن يبقى موجود عندي وشفنا مصدر لمولدات الطيار المتردد وهنقول الفرق بين الاتنين وهنقول يعني ازاي الطيار المتردد نخليه طيار مستمر وهل الطيار المستمر ينفع يبقى طيار متردد ولا لأ ده هنقوله خلال حديثنا كله بحيث انها تبقى معلومات عامة للاهالينا في البيت والطلبة وللي حابب يعرف عن الكهرباء حاجة ده كده مولدات الطيار المتردد اللي احنا بنجيبها في المنازل والمولات والسناتر اللي هو في حالة انقطاع تغذية بالطيار الكهرباء ده كده مولدات الطيار المتردد بقى بس بشكل كبير يعني ده كده موجود في محطات الكهرباء بتلاقي مثلا في الافراح والقعاد بتبقى في مولد زي دوات اللي هم بيسموه مكنة الديزل بيبقى ده كده مصدر للطيار المتردد اللي موجود عندنا في الشبكات تمام طيب في مصادر تانية للطاقة الكهربية أيوة وده هنفرد له حلقة كبيرة حلقة لوحده اللي هو الطاقة النظيفة هتبقى حلقة لوحدها لاحقا هتبقى عندي في مصدر من مصادر الحصول على الطيار أو على الطاقة الكهربية اللي هي الخلايا الشمسية تمام كده وإحنا كده تكلمنا عن المولدات والبطاريات الصغيرة واتكلمنا دلوقتي عن أن قلنا من مصادر كمان اللي هي الخلايا الشمسية أو محطات الخلايا الشمسية في عندي مصادر كمان؟ آه طبعا في عندي المصادر اللي هي طواحين الهوى اللي هي بتبقى زي المروحة وريش كبيرة وتبقى عندنا مثلا في أكبر حقل طواحين هوا ده موجود في رأس غارب والزعفرانة على طريق الغرداء ده بيبقى مسؤولة عن توليد الطاقة الكهربية وبتبقى قدراتها لها قدرة عالية على توليد الطاقة الكهربية نقول مع بعض كده بقى إحنا دلوقتي كل مصادر الطاقة الكهربية اللي بنحصل عليها بتبقى طيار متردد تمام؟ كل الطاقة الكهربية اللي بتبقى دخلة للبيت هي بتبقى طيار متردد طيب إزاي هتبقى طيار مستمر؟ أنا عندي أجهزة بتشتغل على طيار مستمر قلنا انه كل جهاز بيبقى فيه دائرة اسمها دائرة توحيد تمام اسمها دائرة توحيد دائرة التوحيد دي بتعمل ايه يعني كل الاجهزة اللي بتشتغل على طيار مستمر بيبقى فيها الدائرة دي بالزبط بيبقى فيه دائرة التوحيد في مدخل كل جهاز بيشتغل بالطيار المستمر يعني ايه يعني الكهرباء اللي بتجيلي او الطيار اللي بتجيلي في البيت وانا قاعد دي بتبقى البريزة في الحيطة فيها طيار متردد ايوه طب والتليفون طيار مستمر هنا بقى الفكرة انه التليفون بتاعك بيبقى فيه دايرة الشاحن دايرة الشاحن دي بيبقى فيها محول بيخفض الطيار لان احنا قلنا هنقول دلوقتي مين الاكبر ومين الاقل مين قيمته اعلى مين قيمته اقل مين الصدمة الكهربية بتاعته ممكن تبقى عالية الصدمة الكهربية بتاعته ممكن تبقى قليلة حنفهم من الكلمتين اللي احنا هنقولهم دول بيجي عندي الطيار الكهرابي لحد المدخل لحد البيت عندي أو لحد المآخذ اللي هي البريز اللي قلنا عليها لحد البريز بيبقى طيار متردد بيجي عندي التليفون بتاعي أو اللاب أو التلفزيون بيبقى فيه دائرة توحيد دائرة التوحيد دي بتبقى واسيط ما بين البريزة اللي عندك اللي هي بتمثل محطة توليد الطاقة الكهربية بتبقى الوسيط ما بين البريزة وبين ايه التلفزيون أو اللاب أو التليفون أو الآلة اللي هي بتشغل على الطيار المستمر تمام كده طيب في اللحظة دي في لحظة مرور الطيار على طول في لحظتها الكلام ده بياخد لحظة يعني بمجرد التوصيل بمجرد النقدرات على زر التجغيل بمجرد النقدرات أو حطيت الشاحن في البريزة بمجرد توصيل الطيار على طول في نفس اللحظة اللي بتوصل فيها الطيار المتردد للتليفون هو ما بيوصلوش طيار متردد هو بيتحول في الطريق كده بيدخل على دائرة التوحيد بيبقى طيار مستمر يقوم يغزي التليفون بتاعك أو بطارية التليفون وخاصة لأن احنا قلنا أن البطاريات هي كلها طيار مستمر تمام طيب الطيار المتردد قيمته بتبقى كام بيبقى عندي 220-380 وطبعا فيه قيم أعلى من كده بكتير فيه قيم بالكيلو بالكيلو فولت كمان القيمة المؤثرة للطيار أو يعني القيمة اللي هي ممكن تعمل صدمة كهربية قوية على جسم الإنسان الواحد ملي أمبير ممكن الواحد ملي أمبير دوت على قد ما هو بالملي وعلى قد ما انت شايف الرقم صغير واحد ملي أمبير ده يأثر على جسم الإنسان بصدمة كهربية شديدة بس ممكن ما تؤديش للوفاء تمام لكن هو بيؤثر في صدمة كهربية شديدة تمام طيب الطيار المستمر ممكن يعمل صدمة كهربية احنا المرة اللي فاتت في حلقة سابقة قلنا وعرضنا صور لبعض الأطفال جايبين شاحن التليفون هو والده أو والدة الطفل نسيت الشاحن في البريزة أو شالت التليفون بعادة خاطئة كلنا بنوع فيها العادة الخاطئة دي أنه هو ساب الشاحن في البريزة وشال التليفون وقعد وسهي استعمل التليفون ونسي إن الشاحن متوصل في التليفون جهة الطفل راح حاطت سوكت الشاحن في بقه وقعد يلعب به ده ممكن يأثر يعني بالنسبة للطفل وقلناها قبل كده فحلقة سابقة قلنا إنه كل جسم ليه قيمة مقاومة طبعا الطفل بتبقى قيمة المقاومة بتاعته قليلة قيمة مقاومة جسمه بتبقى قليلة فبالتالي بيبقى إنه سهولة مرور الطيار في جسمه لإنه كل قيمة المقاومة مقلت ودي طلبة التعليم الفني قسم الكهرباء فاهمين الكلمة دي إنه كل قيمة المقاومة متقل كل ما بيسمح بمرور الطيار بكمية أكبر فالطفل بتبقى درجة قيمة مقاومة الجسم بتاعته قليلة فبالتالي على قد الطيار المستمر ما هو بيبقى قليل ولكن بيقدر يأثر على الطفل بصدمة كهربية وخاصة إن هي بتبقى في الفم ومكان رطب ومكان حساس فيه أطفال بتوصل معها إلى مشاكل كبيرة في الفك ومشاكل كبيرة في الأسنان واللسة بتؤثر تأثير كبير نرجع لموضوع الطيار المتردد والطيار المستمر والطاقة الكهربية وحصولنا عليها إحنا قلنا إنه بالنسبة للطيار المتردد إحنا الصدمة الكهربية بتاعته بتبقى شد الصدمة الكهربية ممكن توصل لحريق يعني حرائق في الجلد وده هنشوفه كل الكلام ده هنشوفه في يعني خلال حلقاتنا وإحنا شغالين دلوقتي تمام؟ الحاجة اللي بعد كده يعني بالنسبة لمصادر الحصول على الطاقة كمان عندنا من مصادر الحصول على الطاقة اللي هو السد العالي أو المحطات المائية بنشوف في معظم دول أفريقيا اللي هي على مصاب أو على نهر النيل أو الدول اللي بيكسر فيها الشلالات ومنابع المياه بتستغل دايما موضوع السدود علشان تولد منها الطيار الكهرابي وده كانت فكرة عندنا اللي هي في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان في فكرة بناء السد العالي كان برضو وده هنتكلم عنه في حلقة قادمة إن شاء الله برضو كان الفكرة أنه بيستخدم السدود أو جاءت الفكرة أنه هو يستخدم السد العالي بحيث أنه يستغل انحضار المياه من أعلى إلى أسفل في تشغيل تربينات لتوليد الطاقة الكهربية طب هل الطاقة الكهربية اللي بتتولد منه علشان برضو نبقى عارفين الأهالينا في البيت يبقوا فاهمين الموضوع هل الطاقة الكهربية اللي بتتولد منه هل هي بتبقى الكهرباء اللي بتطلع منه بتبقى لمسة المياه يعني المياه بتبقى متكهرباء لا طبعا ما فيش الكلام دوت هي كل الحكاية زي ما احنا شايفين تحت كده الريش اللي تحت دي أو التربينات اللي تحت دي المية بتنزل من منحدر عالي بتنزل تدور التربينا دي والتربينا متصلة بعضو دائر العضو الدائر ده عليه ملفات من النحاس بتدور بين مجال القطبين مغنصيين فبالتالي بتولد الطاقة الكهربية وبتطلع من التربينا على خط النقل اللي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة وهو خط النقل الهوائي أو خط النقل الأرضي غالبا هي بتطلع على خطوط نقل هوائية وبيبدأ يوزع منها على المحطات اللي بعد السد العالي تمام كده؟ طيب في هنا كيف نحمي أنفسنا من مخاطر الكهرباء يعني احنا دلوقتي عندنا ازاي نحمي نفسنا من مخاطر الكهرباء الوقت احنا علشان نحمي نفسنا من مخاطر الكهرباء احنا عندنا أربع حاجات لازم نبقى عرفينها في حاجات لازم نتأكد أن احنا عملناها وفي حاجات لازم نتجنبها وأشياء تانية يجب التوقف عنها أن احنا ما نعملهاش نهائي وأشياء يجب الحرص عليها أو حاجات كده لا بد أن احنا نبقى حرصين عليها أن احنا يعني الحاجات دي لازم تتعمل وفي حاجات لازم نتجنبها نهائي تعال نشوف مع بعض كده أشياء يجب أن نتأكد منها إيه هي؟ رقم واحد تأكد من استخدام أسلاك الكهرباء المناسبة لحجم الطيار الذي سيمر بها وحجم الجهاز الذي سيتصل بها دي نفسرها إزاي؟ نقولها مع بعض كده لازم إحنا وإحنا بنشتغل في الكهرباء لو أنا مثلاً دلوقتي بعمل زي ما تفرجنا في الحلقة اللي فاتت إنه إزاي نعمل بريزة خارج الحائط أو نركب بريزة زيادة أو الكلام ده فإحنا لازم نبقى فاهمين إنه السلك اللي هيبقى اللي هنستخدمه مناسب لحجم الطيار يعني إيه؟ يعني مثلاً الرجل الفني اللي هو بيجي يعمل لك الشقة دي لازم ناخد بنا منها كويس قوي الفني اللي هو بيجي يعمل لك الشقة كهرباء أو يأسس الشقة يأسس كهربة الشقة فتلاحظ إنه هو بيقول لك إيه؟ تلاحظ إنه هو بيقول لك أنا محتاج لفة سلك 2 ملي ولفة كمان 4 ملي أو 6 ملي تمام؟ أو لفتين 2 ملي ولفة 4 ملي إيه الفرق أو إيه الحكمة من إن الفني ده اشترط عليك إنك هتجيب له فيه الخمات اللي هيجيبها إنها تبقى فيه لفتين سلك 2 ملي ولفة مثلاً بتبقى 6 ملي هنا الفني فاهم يعني إيه الفرق ما بينهم أنت كمان لازم تفهم الفرق ما بينهم ليه؟ لأنه السلك اللي هو مساحة مقطعه 2 ملي مساحة المقطع دي يا جماعة اللي هي إيه؟ اللي هي بتبقى قطر السلك نفسه أو اللي إحنا بقون عليه الموصل الكهرار قطر السلك ده بيبقى 2 ملي ده بيشتغل عليه مثلاً أحمال الإنارة بيشتغل عليه شاحن يشتغل عليه شاشة تلفزيون أو التلفزيون يشتغل عليه راديو مروحة الكلام ده كله يعني أحمال مش تقيلة أحمال مش كبيرة أحمال ما بتسببش ارتفاع في درجة حرارة الموصل تمام كده؟ فبنلاقي إن اللي 2 ملي ده 2 ملي متر مربع بيبقى يعني مناسب لتشغيل أحمال الإنارة طب أمال بقى ال6 ملي اللفة السلك ال6 ملي كان عاوزها في إيه؟ هنا بقى نقول هو كان عاوز لفة السلك اللي هي ال6 ملي دي في إيه؟ كان محتاج لفة السلك دي أو هو عامل حسابه إن لفة السلك ال6 ملي دي هيستخدمها فين بقى؟ في الأماكن اللي انت في البيت بتحتاج عليها أو تحمل عليها أحمال تقيلة زي إيه قلنا؟ في حلقة اللي فاتت قلنا إن الأحمال التقيلة في المنزل بتبقى مثلا تكييف، بتبقى السخان، بتبقى المايكرويف، بتبقى التلاجة، الفريزر، المكوى الكهربية يعني أقدر أفهم من كده إن هو بيقدر يشغلي كل البرائز في البيت بتشتغل بلفة السلك ال6 ملي؟ أيوه طبعا ممكن ما تبقاش لفة واحدة ممكن حسب عدد المآخذ أو البرائز اللي انت محتاجها في البيت طبعا حسب عدد الغرف، حسب إنك هتعمل كم مأخذ في كل قوضة بيحتاج لفة لفتين، المهم إن انت كده فهمت إنه ال6 ملي هو محتاجها للبرائز وده دايما بنفهمها للطلبة في المدارس إنه حساب مساحة مقطع الموصل قبل ما تشتغل في الشقة ده من أهم العوامل لنجاح مهمتك اللي انت هتقوم بيها الحاجة التانية إيه؟ الحاجة التانية تأكد من أن عزل الأسلاك وإبعدها خصوصا عن متناول الأطفال أو عبس الحيوانات كلنا في المنازل أو في بعض من الناس بيبقى مربي قطة في البيت عنده الكلاب المنزلية اللي هي يعني الكلاب اللي بتتربى في البيت معنا غالبا بيبقى الدنيا يعني بتبقى الحركة عشوائية من الحيوانات الأليفة دي في البيت غير الحيوانات الأليفة ممكن حركة عشوائية من الأطفال في المنزل المهم إن إحنا بيبقى متأكد إنه الأسلاك المشترك لو أنا هستخدم مشترك بسلك يبقى أنا متأكد إن السلك أو المشترك ده سلك المشترك بعيد عن متناول الأطفال بعيد عن الحيوانات اللي موجودة في البيت سواء قطة أو خلافه بيبقى المفروض أنا متأكد إنه الحاجة دي بعيد إن أمكن إن أمكن خلي دايما التوصيلات الكهربية خلف مثلا يعني ما نحطهاش في طرقة بعرض طرقة ما نحطهاش في الصالة وإحنا قاعدين كده ألاقي المشترك معدي بين كنافتين الأنترير كده وإيه وجاي في الصالة وأنا حطتي الفيشة هنا علشان ده أقرب مكان ده ما يصحش ده كده نرجع للكلام اللي احنا قلنا قبل كده ده من مسببات المخاطر اللي احنا كنا بنشوفها تمام طيب عندي بعد كده إيه تأكد من جفاف الأيدي أو عدم وجود رطوبة عند لمس المفاتيح الكهربية والأجهزة الكلام ده بقى نقصد بيه مين النقطة دي نقصد بيها والدتي والدتك في المنزل أختك اللي هم القائمين على المطبخ احنا نقصد في النقطة دي القائمين على المطبخ في البيت ليه بقى؟ لأن هي بتبقى من الاستعجال على طول وقفة على المطبخ بتجهز وجبة هي بتعملها زي ما قلنا وعلى طول رحت على الحوض غسلت إيديها فرجعت شغلت الخلاط فرجعت تاني شلت مثلا فيشة التلاجة وحطت فيشة الخلاط ده كده خطوات وهي بتتصرف بتبقى بعشوائية بتبقى بسرعة لأنها محتاجة تخلص وقتها أو الشغل اللي في إيديها بسرعة عندها حاجة تانية هتعملها فبالتالي الاستعجال ده هي نسيت تنشف إيديها أو تجفف إيديها من المية اللي غسلت إيديها بيها تمام؟ فبتبقى محتاجة الأول أتأكد أنه مفيش مية في أرضية المطبخ مفيش مية على الرخامة إيدي لما غسلتها أجففها كويس قبل ما روحها هتعامل مع الكهرباء قبل ما شغل الخلاط قبل ما افتح الفرن وخاصة الفران والبوترازات دلوقتي كلها إشعال ذاتي ففيه طيار واصل للبوتراز محدش يفتكر أن الطيار ده بسيط لا ده ممكن يعمل لك صدمة كهربية لأنه إنت لو وقف في مية وحصل تماس مع جسم البوتراز أو التلاجة أو الغسالة فيها مشكلة كبيرة فيها صدمة كهربية ممكن تؤثر على جسم الإنسان وممكن تؤثر على أعضاء جسم الإنسان تمام؟ دي كده الأشياء اللي يجب أن يتأكد منها عندي حاجة تاني تأكد من لبس القفزات والملابس العازلة إذا أردت أن تتعامل مع الكهرباء بشكل مباشر حلقة في حلقة فاتة تتكلمنا فيها عن مهمات الوقاية الشخصية وقلنا أن من مهمات الوقاية الشخصية في عندي الجوانتي والبالتو أو الأفرول أو العفريتا أو وكمان الخوزة ونضارة الوقية للعين وكمان عندي القفزات اللي هي الجوانتي وكمان عندي سدادات الأزن هل أنا في البيت هحتاج الكلام ده كله؟ لا طبيعي مش هحتاج خوزة في المنزل مش هحتاج أفرول يعني سد البيت بتبقى ربة المنزل بتبقى في البيت لابسها هي مريلة المطبخ اللي وقيت نفسها إيه حفاظا على ملابسها لكن الأصد هنا إن إحنا المفروض يبقى طالما هخش أتعامل أدخل أتعامل مع الكهرباء وليكن هي بتشد يعني ربة المنزل أو أختك أو أنت بتشد فيشة التلفزيون أو المروحة أو الخلاط أو التلاجة بتشد الفيشة فرح الغلاف البلاستيكي طلع في إيدك تمام وفضل السبعين بتوع الكهرباء بتوع الفيشة فضله في الحقط على طول أنت لازم يبقى فيه جوانتي واقي من الكهرباء بس نفتكر إحنا قلنا إيه نفتكر إن إحنا قلنا ممنوع التعامل مع الكهرباء حتى لو أنت مرتدي قفزات الوقاية القفزات الواقي حتى لو أنت لابس الجوانتي في إيدك ممنوع التعامل مع الكهرباء إلا لما تروح تفصل القاطع الرئيسي اللي هي قلنا لوحة المفاتيح اللي بتبقى خلف باب الشقة فاكريني الكلام ده قلناه في حلقة سابقة يبقى لازم نرتدي قفزات الواقية لو هنتعامل مع الكهرباء بشكل مباشر والقفاز قلنا إنه ممكن ما يبقاش واقي بنسبة 100% رغم أنه هو بيبقى عليه طبقة بلاستيكية هو بيبقى من القماش ومغموس فيه يعني مشبع بطبقة بلاستيكية اللي هي تحميني من الصدمة الكهربية ولكن تحسبا لأي ظرف أنا بفصل الطيار عموما عن الشقة بالكامل أو عن خط المطبخ الخط اللي داخل للمطبخ وبعدين أبدأ أتعامل مع مصدر العطل اللي عندي أو مصدر الخطأ اللي موجود عندي طيب بعد كده عندي أشياء يجب تجنبها زي إيه تجنب أول حاجة عندي لازم أتجنبها تجنب مد الأسلاك في الأماكن التي قد تؤدي إلى تلفها مثل تمديدها عبر الأبواب والنوافذ أو تحت السجات دي نقطة مهمة أول اللي هي إيه وكلنا بنشوف الكلام ده كلنا بنقع في الخطأ دوت اللي هو إيه بجيب مثلا بتلاقي بعض الأشخاص عنده المروحة العمود أو المروحة المكتب مروحة متنقلة معاه بيعمل إيه أو المكوى تمام أو أبسط حاجة بتبقى قدامك السلك بتاع الدش ده ممكن إحنا بنعمل إيه بتلاقيه إنت جيت سلك الدش ده روح تعمل إيه روح تمعديه من باب البلكونة أو من الشباك تمام فعد من الشباك من كتر الفتح والقفل في باب البلكونة أو الشباك أو باب القوضة فبالتالي أنه بيحصل تآكل فيه الغلاف البلاستيكي ليه السلك سواء بقى هو سلك الدش ده أنا بضرب لك مثلا لأنه كله بيقع في إيه في المشكلة دي أنا بضرب لك مثلا على سلك الدش ليه لأنه كلنا بنقع في المشكلة دي فهو بالتالي ده بيمشي على أسلاك الكهرباء ليه بتلاقي مثلا خد المروحة من أوضة الأوضة اللي هي المروحة المتنقلة خدها من أوضة الأوضة وراح عامل إيه حط الفيشة بتاعتها وقفل باب غرفة النوم مثلا أو غرفة المكتب والفيشة محطوطة بره في الصالة وهو دخل المروحة جوه في أحد الغرف تمام؟ وراح قافل الباب فقفلته الباب طبعا هو لقى الباب معكس معه فراح تزانق على الباب قوي صح كده؟ مش في دماغك أنه أنت كده تسببت في تعريض السلك نفسه ممكن المسافة ديئة قوي الباب قرس على السلك فحصل أنه الطبقة البلاستيكية اللي موجودة على الفيشة أو كابل التوصيل حصل أن هي اتقطعت تمام؟ تيجي أنت بدون دراية وانت بتفتح الباب وبتمسك السلك عشان ما يقعش طبعا فمسكت السلك منين من الجزء العاري؟ حصلت لك الصدمة الكهربية تمام؟ وده من أحد المسببات للأخطار اللي هي النتجة عن الصدمات الكهربية ده من أحد المسببات لها نفس الفكرة ما ينفعش المشترك اللي أنا حطيته أمشي تحت السجادة لأن من كتر السير على السجادة وطربيزة أو السفرة أو رجل كنبة الأنتري جات على السلك فوق السجادة فبتسبب تآكل في الطبقة البلاستيكية تمام كده؟ طيب هنا المشكلة بقى لما بيتعرّى الطرفين طبعاً أي الكابل التوصيل بتاع المروحة أو أي جهاز بيبقى فردتين جوه لما يتعرّى الطبقة البلاستيكية اللي على الموصل أو كابل التوصيل لما يحصل تلامس ما بينهم يحصل بقى إيه؟ القصر اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت اللي هو احنا قاعدين في البيت بنقول عليه الأفلة حصلت أفلة تمام؟ الأفلة دي بتحصل من إيه؟ احنا بنسميها شورت قصر أو قصر في الدائرة القصر ده بيحصل نتيجة تلامس الموصلين طب تلامس الموصلين ده حصل منين؟ حصل إن انت سوء استخدام ليه الكابلات الكهربية أو الأسلاك الكهربية اللي موجودة في المنزل بسوء استخدام انت تسببت في تعرية أحد الموصلات أو إن الموصلين حصل لهم عملية تعرية فحصل تلامس ما بينهم أدى إلى إيه؟ حدوث القصر في الدائرة أو الأفلة اللي حصلت فيه أو في المنشأة اللي انت قاعد فيها طيب عندي بعد كده إيه تاني؟ تجنب تحميل المقابس والتوصيلات الكهربائية فوق طاقتها المقابس اللي هي البرائز والمفاتيح بس هي البرائز يعني والتوصيلات اللي هي بتبقى المشتركات المشتركات هنا برضو شفنا صور قبل كده إنه بنلاقي المشترك شايل أكتر من حمل تلاقي المشترك اللي موجود فيه مثلاً ست فتحات أو ست بريز الست بريز متحملين ونلاقي بعض الأشخاص بيجي حطت إيه الست فتحات فيه المشترك مش مكفيين الأحمال اللي عنده يقوم يجيب مشترك كمان ويجيحطه في آخر بريزة أو آخر فتحة فيه المشترك والمشترك اللي حطه ده يجي محمله كمان بحملين ثلاثة بفشتين ثلاثة كمان أنت بتعمل مشكلة وانت مش حاسس اللي هي إيه المشتركات دي مش كلها جيدة الصنع أو فيها العزل اللي فيها كويس الأمان اللي فيها كويس فيها وسيلة فصل فيها وسيلة استشعار بالخطأ أو بضارة الحرارة مش كله فبالتالي بيحصل إنه ضارة الحرارة في المشترك بتعلق نتيجة زيادة الأحمال السلك بتاع المشترك الكابل للتوصيل بتاعه بدارة حرارته بتعلق وبالتالي طبقتين أو طبقة الورنيش إحنا قلنا مرة اللي فاتت قلنا إن فيه طبقة ورنيش بتبقى موجودة على على السلك النحاس فطبقة الورنيش دي اسمها طبقة العزل طبقة العزل بتنهار عند ارتفاع ضارة الحرارة يقوم إيه إنه طبقة العزل نهارت تقوم ضارة الحرارة توصل للطبقة البلاستيكية اللي على السلك النحاس لما تسيح الطبقتين الطبقة البلاستيكية فبالتالي الفردتين هما الطبق البلاستيكال اللي عليهم ساحت يحصل نفس المشكلة اللي هي ايه قصر في المواصلات او القفلة اللي بنسميها القفلة بقى تحصل برضو تمام كده طيب الكلام ده بيحصل معانا اه بيحصل معانا وبدون دراية احنا بنقع في المشكلة دي في البيت اخوك الصغير عمل الكلام ده اختك والدتك في البيت من استعجالها المشترك يخلص لها كذا حاجة مع بعض بدل ما هي بريزة واحدة بدل ما تفصل حاجة وتشغل حاجة فبتيجي متصرفة على طول وتيجي جايبة مشترك المشترك بتجي محمل عليه كذا حاجة فبالتالي تحصل المشكلة دي والدليل على الكلام ده انك لو مسكت بعد القفلة ما حصلت او قصر ده ما حصل وفصلت الطير الكهرابي او فصلت المشترك ده من الكهرابة امسك السلك كده بتاع المشترك هتلاقيه زي العجينة في ايدك تلاقي المادة البلاستيكية اللي عليه الطبقة البلاستيك اللي عليه هتلاقيها زي العجينة وسخنة لدرجة عالية يعني هتلاقي درجة حرارة عالية قوي ويعني هتلاقيها يعني بقت مادة عجينية كده البلاستيك عجيني شوية ليه كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة طيب ايه تاني معانا تجنب الاعتماد خصوصا في الامدادات على الاسلاك والاجهزة ذات الجودة الرضيقة ما ينفعش ما ينفعش اني اروح يعني اجيب اسلاك رضيقة او ان انا استرخص يعني الارخص في الاسلاك اجيب ارخص نوع بحيث ان انا يبقى وفرت في تكلفة تأسيس الشقة في الكهرباء بالعكس انضف حاجة لازم نجيبها مش شرط تكون اغلى حاجة انا عارف الانواع الفني اللي بيجيلي عارف الانواع اللي موجودة اجود الانواع اللي موجودة عندي تمام نجيشوف بعد كده اشياء يجب الحرص عليها ايه هي الحاجات اللي احنا نجيب ان احنا نكون حرصين عليها اوي احرص على عمل فحص دوري للتأكد من سلامة الامدادات والاجهزة الكهربية لازم اقوم عملية الفحص الدوري كل شوية كده ابص على الفيشة بتاعت التلاجة بتاعت الفريزر الغسالة الاوتوماتيك ابص على البريز هل البريز حصل فيها بقى لونها بني ولا لأ ولونها بني ده معناه انه البريزة دي بقت واسعة على الفيشة فبالتالي بيحصل حركة فبالتالي بتسخن ان هي ممكن تعملي مشكلة بعد كده عندي بعد كده احرص على استخدام الاسلاك والاجهزة الكهربائية الجيدة يعني برضو لازم ندور على المنتج الكويس الاجهزة الجيدة ان احنا نستخدمها بشكل دايم عندنا طيب اشياء يجب التوقف عنها كل الحاجات دي احنا نوهنا عن ان احنا فيه حاجات لازم نعملها حاجات نتوقف عليها حاجات نبقى حرسين عليها اللي احنا يجب ان نتوقف عنه في المنزل بقى او في ناحية استخدام الكهرباء توقف عن استخدام او من استخدام اي جهاز كهرابي بمجرد تعرضه لاقل ضرر كالشرر او خروج رائحة احتراق منه ودي مشكلة بنوع فيها كلنا في المنزل اللي هي ايه ممكن حصل شرارة من اي جهاز ميكرويف مثلا يعمل شرارة مثلا الفرن الكهرابي يعمل شرارة يخرج رائحة احتراق او اللي بنسميها ممكن ايه تلاقي والدتك في البيت تقولك في ريحة شياط خرجة من او ريحة دخانة خرجة من الفرن او من الميكرويف او من ظهر التلاجة او الكلام ده كله لابد على طول ان انت تروح تفصل التلاجة دايما لازم تفصل التلاجة وتبص عليها لازم تفصل الجهاز اللي هو فيه المشكلة ده وتبص عليه لو انت ما عندكش دراية لازم تتوصل للفني توصل له المشكلة اللي موجودة دي طيب خطوات التعامل مع الصدمة الكهربية احنا قلنا في الصدمة الكهربية قلنا انه ممكن اي فرد يتعرض لصدمة كهربية ده بيسبب له مشاكل انه هو مشاكل كبيرة كمان وعندنا مسببات الصدمة الكهربية احنا قلنا مسببات الصدمة الكهربية كتير يعني لو بصنا على الصور دي هنلاقي ان الاطفال اللي بيطيروا طيارات في الشارع ممكن تحصل لهم الصدمة الكهربية هنا من انه الطيارة علقت باحد الخطوط النقل الكهربية فحصلت مشكلة هنا الفيشة بتاعتي فيها طرف عاري نتيجة برضو اللي احنا قلناه انه الباب تقفل على الفيشة الكلام ده كله فيه صورة يعني الصورة دي اعتقد مش ممكن تحصل يعني بس وليكن ان هي ممكن نتعرض لها احد يعني الاشخاص قاعد في البنيو بيستخدم المجفف الشعر او مصفف الشعر وهنا واحد بيلعب فيه البريزة بالمفكات فده ممكن يعمله صدمة كهربية هنا حد تاني طفلين بيلعبوا المايكرويف وبيدخل شوكة او ملعقة في المايكرويف والطفل التاني معاه بيحط الفيشة علشان يشغل وهم غالبا كده بيجربوا فكرة ان المعلاقة والشوكة هتسخن ولا لا طيب دي كلها حاجات مسببات للصدمات الكهربية اول حاجة نعملها في التعامل مع شخص اصيب بصدمة كهربية رقم واحد احنا الصورة بتبين لنا انه دي لوحة تحكم كهربية لوحة توزيع اللي موجودة عندنا في الشقة اللي بيها فيها القواطع او في ورشة تعملها انه حاول فصل مصدر الطيار الكهرابي ده شيء اساسي يعني انت ما تقربش من الشخص المصاب ما تحاولش ان انت تقول انا الحقه بسرعة وقرب منه لا ده انت كمان هتمسك فيه يعني يعني الطيار الكهرابي انت بمجرد ما لمسته وهو مصاب او بالصدمة او هو الكابل لسه لمسه فانت كمان هتصاب بالصدمة الكهربية يبقى بدلا ما كان واحد مصاب بقى اتنين ومش لقين حد ينقذ تمام يبقى اول حاجة على طول سريعا على طول كده تريح على مصدر الطيار الكهرابي وتلحق تفصل مصدر الطيار الكهرابي على طول طيب الحاجة اللي بعد كده ايه قم بابعاد المصاب عن مصدر السعق الكهرابي تمام المكان اللي تصاب منه الشخص اللي موجود بيبقى مثلا سلك عاري سلك واقع من عمود في مشاكل بنقابلها كده في اعمدة الطيار الكهرابي اللي موجودة في الشوارع والمناطق اللي هي النائية اللي بتبقى الكهرباء فيها او الطاقة الكهربية وصلة للبيوت عن طريق اعمدة في الشارع بيبقى في ساعات بتبقى فيها تلامس او فيها تماس بين الموصل والعمود فبتبقى مسببة لصدمة كهربية عندي تاني ممكن في البيت لو حد في المطبخ حصل له الصدمة الكهربية فانا المهم في الخطوة دي يبقى الخطوة الاولى فصلت الطيار الكهرابي الخطوة التانية بروح ابعد الشخص المصاب عن مصدر الاصابة مصدر الطيار الكهرابي تمام كده يبقى دي الخطوة التانية طيب الخطوة التالتة الضحية او المصاب اللي عندي بحاول قعد الجسمه في وضع اللي هو يعني وضع التعافي بنسميه وضع التعافي اللي هو بنحط زراعه الأقرب ليا بنحطه له بزاوية قدام صدره وفي زراع التاني بنحطه بزاوية أسفل الرأس بحيث أن احنا نقدر نتعامل مع المصاب ندور في جسمه على حروق بسبب الكهرباء ندور في جسمه على كسور الهالي الكهرباء دي نطرته بعيد فسببت له كسور في جسمه ردات في جسمه أو حاجة لازم ندور نعدل جسم المصاب الأول بيبقى اسمه وضع التعافي وده قدامنا بيبقى ده صورة الوضع التعافي الخطوة الرابعة نتيجة الصدمة الكهربية جسم الإنسان أو جسم المصاب بيتعرض لبرودة شديدة بسبب الصدمة الكهربية بتسبب برودة شديدة لجسم المصاب فبنحاول بعد ما حطناه في وضع التعافي بنحاول أن احنا نغطيه ببطنية وننتظر عليش نحس أن احنا نبدأ ندور في جسمه بقى ونحاول نكلمه تمام بعد كده الخطوة اللي بعد كده اللي هي تحدث مع الضحية تحدث مع الضحية دي يعني بتكلمه أنت حاسس بإيه طب أنت فايق كلمني فتح عينك اللي هو طب حرك إيدك اللي هو إيه يعني بتطمن هو في وعيه ولا لا لأن ممكن يكون الصدمة الكهربية شديدة عليه قوي وسببت له مشكلة في الرأس أو اللي هي مشكلة مع المخ أو الزاكرة أو مشكلة في العين أو مشكلة في النط فبتبقى ممكن تسبب له مشاكل في التنفس كمان المهم أنه مشاكل الصدمة الكهربية كبيرة أن هي ممكن تعمل لي ضغوط كبيرة وإصابات كبيرة بسبب الصدمة الكهربية فواجب علي أنه وأنا بسعف أو أعمل مع المصاد بالصدمة الكهربية بحاول أن أنا أحدث معاه عليه أشوفه هو حاسس بإيه هو بيكون قدرى بمنطقة الإصابة اللي فيه اتكهرب أو اتصاب بالصدمة الكهربية في إيده في رجله في الرأس أقدر أفهم منه علشان أعرف أتعامل معاه هو حاسس بإيه علشان أعرف أتعامل معاه الخطوة اللي بعد كده دي بقى خطوة اللي بنقول إيه تفقد جسد الضحية أو المصاب هنا الضحية اللي بنسميه المصاب اللي عندنا بنحاول أن احنا نشوف جسم المصاب لو هو مش في وعيه قدامي بحاول مثلا أشوف الكتف الزراع القدم بحاول بقدر الإمكان أنه أتعامل مع المصاب في يعني أدور بأي شكل أنه أحاول ألاقي مكان الإصابة وخاصة أن أنا ممكن ألاقي حروق بسبب الكهرباء زي ما قلنا تمام؟ طيب بعد كده يتم التحكم في النزيف أحيانا الصدمة الكهربية بتبقى تعمل جروح قطعية في اليد أو في مكان الإصابة أحيانا بتنتر جسم الإنسان بتدفعه لمسافة بعيدة ممكن هو اتخبط في أي حائل اتخبط في حديد اتخبط في ترابيزة اتخبط في أي حاجة المهم سببت له جروح قطعية وهنا واجب علينا أن احنا الأول نوقف النزيف نعمل عملية إيقاف للنزيف اللي موجود وبالتالي أنا قدرت أنه يعني بقدر الإمكان إسعافات أولية لحد ما أوصل للإسعاف أو لأنه يبقى يجي متخصصين الإسعافات وهم يتعاملوا مع جسم المصاب فيه عندي بعد ما قلنا أنه احنا بنتطمن على جسم المصاب أو بنفحص جسم المصاب ولو فيه جروح بنحاول نوقف النزيف اللي فيها خلاص أنت وصلت المرحلة اللي هو أنت مش عارف تتصرف تاني عملت اللي عليك بعدت عنه فصلت عنه الطيار بعدت عن مصدر الإصابة كمان لو كان فيه نزيف أنت عملت له عملية إيقاف للنزيف اتطمنت على جسمه لكن هو لسه مش في وعيه يعني أنت حاسس أنه هو مش في وعيه معاك هو مش قادر يقوم مش قادر يتحرك ما بيردش عليك أنت حاولت تسأله هو ما بيردش عليك عملية التنفس بتاعته بطيئة هو حاسس بدوار في أي مشكلة حصلت أنت ما أنتش قادر تتصرف فيها على طول الخطوة دي باتصل بخدمات الطوارئ يعني لو الحالة أو حالة المصاب ازدادت سوء يعني أنا مش قادر أسلطر على الموقف عمليات الإسعافات اللي أنا بقوم بيها أو الخطوات المعاملة التعامل مع المصاب بالصدمة الكهربية أنا مش قادر أعمل حاجة تاني ومش قادر أنه يعني أعمل الإسعافات اللي هي تخليه يقف على رجله أو تخليني أقدر أنقذه فبالتالي برجع أتصل على طول بخدمة الطوارئ اللي هي ده في حالة أنه الضحية الحالة ازدادت سوء السوء اللي قدامنا دي هنا وجود حرائق بقى الحرائق بالنسبة ليه الكهرباء أو الطيار الكهرابي الحرائق دي بتبقى درجات برضو زي الحرائق اللي هي بسبب النيران بتبقى درجات فيه درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة بيبقى الحرائق دي أنه لابد لابد أني أتعامل مع الحرائق بشكل كويس على طول الحرائق دي بسبب الطيار الكهرابي أنت لازم على طول يعني تسكب عليها المياه تحط عليها مية بسبب أنه عملية ترطيب للجرح شوية على طول بتقدر تتصرف أول حاجة طالما فيه جزء معين حصل فيه حروق على طول اتصرف بسرعة وحاول تقوم بخلع الملابس أو إزالة الملابس عنه بحيث أنك تتطمن على باقي الجسم فيه حرائق ولا لا تمام؟ يبقى دي في حالة وجود الحرائق وده أشكال معانا أشكال ليه الحرائق الطيار أو الحرائق بسبب الطيار الكهرابي اللي موجود بيبقى ممكن تعمل فقعات بالمياه على اليد ممكن تعمل حاجات زي كده في اليد إنه هو لمس سلك فالسلك عمل مشكلة زي حفرة في إيده أو في أصابعه بتعمل تورب في اليد دي كلها مشاكل بتحصل بسبب حروق الكهرباء أو بسبب الصدمات الكهربية اللي هي ممكن تسبب لي مشاكل في اليد أو أحد الأيدي اللي هي حصل فيها تلامس مع الطيار الكهرابي المشكلة دي بتحصل لإنه أنا اتصرفت خطأ مع الطيار الكهرابي استهترت بالتعامل مع الطيار الكهرابي يعني إيه؟ إنه أنا دخلت باستهتار على المكينة أو على الآلة أو الجهاز اللي أنا بشتغل عليه وحصلت المشكلة حصلت المشكلة فبالتالي أنا ما عنديش دراية بالتعامل مع الطيار الكهرابي وقلنا إن الكلام ده بيبقى فيه بالنسبة للمنشآت الصناعية بيبقى فيه قطاع خاص بقواعد السلامة والصحة المهنية بيبقوا مؤمنين الماكينات بيرجعوا على الماكينات من حيث التوصيلات الكهربية من حيث الحواجز والأصوار حول الماكينات اللي هي تمنع الوصول للمخاطر الكهربية لوحات التوزيع لوحات الكهرباء بتبقى عليها حواجز فبالتالي تمنع وصول جسم الإنسان أو تمنع وصول الأفراد والأشخاص المحيطين بالأجهزة الكهربية للمعدات والماكينات لكن في البيت طبعاً إحنا مش هنمنع ربة المنزل إن هي تخش عند الخلاط وتدخل عند التلاجة أو تتعامل مع الغسالة مش هنقدر نمنع لإن هو صاميم شغلها في البيت هو الأجهزة دي يعني مملكتها في البيت بتحتوي على الحاجات دي فلابد إن هي هتتعامل معها فالكلام اللي إحنا قلناه ده يخلينا في البيت حريصين من ناحية التعامل مع الطيار الكهرباء طب في نصائح لابد إن إحنا نبقى واخدين بالنا منها إيه هي نصائح وأفكار مفيدة للتعامل مع الطيار الكهرباء أول حاجة النصائح دي إحنا بنقولها وإنت هتتعامل مع الطيار الكهرباء أو هتتعامل مع مصاب خد بالك يعني حتى لو هتتعامل مع مصاب بالصدمة الكهربية حفظ على هدوءك ما ينفعش إنت كمان تتخض قوي لما تلاقي واحد أصيب بصدمة كهربية ما ينفعش إنت وإنت واقف جنبه أو إنت الوحيد اللي ممكن تعمل عملية إنقاذه فبالتالي هتبقى مهزوز أو مخضوض ما ينفعش الكلام ده لابد إنك تقدر يعني يكون عندك هدوء أعصاب شوية بحيث إنك تقدر تتعامل مع الموقف اللي أنت اتحطت فيه وهو إنقاذ زميلك أو إنقاذ الشخص المصاب أمامك الحاجة الثانية اشرح لخدمات الطوارئ الموقف بالتفصيل يعني أنت هتشرح لخدمة الطوارئ اللي أنت هتتصل بيها اللي هو أنت خلاص عملت عمليات الإسعافات أو اتعاملت مع المصاب بس مش قادر زي ما قلنا مش قادر تعمل خطوات كاملة ما عندكش دراية كاملة عملت اللي عليك وبعدت عن مصدر الطيار الكهرابي فقط فصلت عنه الطيار الكهرابي وبالتالي مش قادر تعمل حاجة تاني وهنا هنعمل إيه أول حاجة يعني لما قلنا بقى بنتصل بالخدمة الطوارئ اشرح لهم الموقف بالتفصيل اللي هو إيه أشرح لهم إيه هل هو كان واقف في مية وأصيب بصدمة كهربية يعني هل هو واقف في أرضية غرقانة مية أرضية المصنع أو الورشة أو أرضية المطبخ مثلا أو يعني المكان اللي حصل له الصعق الكهرابي فيه هل هو المكان ده مليء بالمياه في الأرضية هل هو أصيب من كبينة كهرباء هل هو أصيب من المكان اللي واقف عليها لازم أشرح لهم الموقف بالتفصيل تمام عندي بعد كده ابق مع الضحية وراقب حالته يعني أنت مش اتصلت بقى بخدمة الطوارئ تسيبه وتمشي لا كمل مهمتك أنت واقف جنب المصاب وتراقب حالته اللي هو يعني تشوف هل هيفوق بعد ما اتصلت بخدمة الطوارئ هل هو ممكن يفوق دلوقتي هل هو ممكن يحصل عملية إفاقة لنفسه كده يعني إفاقة ذاتية هو مع الوقت كان حصل له عملية إغماء ووفاء من الصدمة الكهربية أو من حالة الإغماء اللي كان فيها لازم نتوقف بجانب المصاب ويبقى عندي الهدوء الكافي وقرأي بالحالة حالة المصاب اللي هو أقدر أتعامل معاه لأنه هو بمجرد ما هيفوق ممكن الخطة بتاعته أو الدفعة اللي دفعتها له الكهرباء أو عملية الصعق بالطريق الكهرابي لما دفعته مسافة فبالتالي ممكن تكون حصلت كسور في جسمه فهو مش هيبقى حاسس بالكلام ده وهيقوم يقف وقفته أو حركته ممكن تكون سبب إن الكسور تزيد يعني ممكن تبقى هي ردات بسيطة مع وقفته حركته حركة عشوائية ويقوم مخدود هو فبالتالي الكسور اللي عنده ممكن تزيد يحصل لها تزايد أو مضعفة في الكسور اللي موجودة الخطوة اللي بعد كده قبلغ خدمات الطوارئ بأي تغيير في حالة الضحية يعني إيه؟ يعني أنا اتصلت بخدمة الطوارئ مرة وقلت لهم الحالة وشرحت لهم الحالة بالتفصيل ووقفت جنبه رقبت الحالة حالة المصاب شفت إيه اللي بيحصل بمجرد ما بشوف أي تغيير في حالة المصاب سواء بقى للأسوأ أو إن الحالة بتتحسن أي تغيير بشوفه في حالة المصاب برجع أتواصل مع خدمة الطوارئ أو خدمة الإسعاف الخدمة اللي أنا تواصلت بيها برجع أتواصل معاهم على طول وبشرح لهم التطور اللي حصل هل التطور دوت الحالة بدأت تفوق وبدأ يعني الحالة الصحية ليه تستحسن ويبقى فيها عملية تحسن كبير فيها عملية تحسن كبير ببدأ أبلغ خدمة الطوارئ ولو الحالة بدأت تتأثر للأسوأ ببلغ الطوارئ برضو عندي آخر حاجة لا تتعامل لوحدك مع الكهرباء أو بمفردك مع الكهرباء أو يعني زميلك في العمل قد ينقص حياتك في حالة حدوث حادث يعني أنت فني داخل على كابينة كهرباء كماكنة بتصلحها أو حاجة الفني زميلك اللي واقف معك في الشغل لو أنت منبهه ولو هو واخد داله منك هو ممكن يكون سبب كبير في عملية إنقاذك ممكن يكون سبب كبير أنه هو يقول لك خد بالك أنت ما فصلتش الكهرباء أنت ما فصلتش اللوحة قبل ما تشتغل فهو بالتالي هو سبب كبير أنه هو يعمل لك عملية الإنقاذ تمام كده؟ دي كان نصائح كان المفروض أن احنا نبقى عارفينها وإحنا بنتعامل مع المصاب عرفنا خلال حلقتنا إزاي الطيار الكهرابي بيجيلي مصادر توليد الطيار الكهرابي عرفنا أنواع الطيار الكهرابي اللي موجود في المنزل عرفنا إنه إزاي الطيار الكهرابي بيتحول من طيار متردد لطيار مستمر علشان يشغلي الأجهزة المنزلية اللي بتشتغل على الطيار المستمر عرفنا مع بعض خلال حالسنا مهمات الوقاية الشخصية وإيه اللي أنا ممكن أستخدمه في المنزل معايا يبقى موجود معايا عرفنا في حلقات سابقة ان البيت ما ينفعش يخلى من الصافة بنسى مفك تست مفك عادي مفك صليبة الحاجات دي مفيش بيت يخلى منها ليه انا بحتاج ساعات ان انا افك بريزة اغير بريزة يعني اغير البريزة دي علشان بازت فبجيب واحدة احطها مكانها بحتاج ان انا اغير مفتاح الكهرباء حصل مشكلة في الخلاط الفيشة بتاعته مفتاحه اتهز بقدر اتصرف بالادوات اللي موجودة عندي بقدر من خلال الكلام ده كله اتعامل مع الكهرباء وقلنا خطوات التعامل مع المصاب بالصدمة الكهربية وقلنا النصائح اللي هي كمان نبقى محيطين بيها او ملمين بيها لما نتعامل مع مصاب بالصدمة الكهربية وبكده تنتهي حلقتنا بشكركم على حسن استماعكم تمنياتي بدوام الصحة والعافية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته